اشتركوا في القناة قد يدان مش البشر ولكن هو ممكن يعبدك لو انت اللي دقيقته او قمت باستفزازه لدغة امه 44 مؤلمة جدا وكلما ازداد حجمها كلما ازداد ألمها فريش امه 44 عمتن بينتج مجموعة متنوعة من السمو بين 208 أو 20 على طبعا مش عارفة من الطاقة صح ولا لأ بس اسمية هم موجودة قدامكم تقدروا تبحث عنهم ومن اشهر حالات اللي اتدخ فيها الناس من فريش امه 44 هي اولا حالة علم الطبيعة جاك هنري سان بيير وده علم فرنسي واسناء الحالات الاستكشافية في جزئة موريشيوس كلبه هو اللي اتلدق والنتيجة هي ان كلبه اصاب بقرهة خطيرة واما تاني حالة هي حالة اليوتيوبر امريكي بيترسون ودوت اليوتيوبر بيجرب لدغات كل انواع الحشرات وكل انواع الزواحي في البرميات هو مشهور عموما وكان في التجرؤة دي جرب لدغة حريشي الصحراء وهو اللي استفاده من التجرؤة دي عموما هو انه عارف انه لدغة حريشي الصحراء اشده اكثر قلم من لدغة النمر الرماضي علم الحيوان عموما او الزولوجي هو علم تجريبي يعني انت لو عايز تعرف معلومة جديدة لازم تجرؤها بنفسك انت مثلا عايز تعرف تأثير سم ام 440 على البشر فحتعرف كده من ايه؟ هتجرب بنفسك وتشوف بعينيك التأثير اللي حصى من لدغة ام 440 طبعا ام 440 انا اتلى دخط منها قبل كده ولكن مش النوع ده كان النوع اللي هو الموريستانس اللي بيشي لاماكنة زراعية دوت من نوع الحريش دوت اسم حريش البحر ابيض المتوسط من اسمه بيش دوت خد البحر ابيض المتوسط انا الصراحة متوتر لان لدغته مؤلمة بس انا عايز اعرف مدى تأثيرها على الانسان فلا يفعلوا حتيرها من موعاوات لم يتم تدبونها بتحليل كل اللي انا حاسس بيه قلبي بيدوقي بسرعة و многоدنيين به مش عالطوك لان انا عشق انا تقلن بالوقت هس يلا عبدتني يا سخافية فأنا ما بتكتش عليها جانت لا فأولي خفية فأنا حاجة هيا باخترك الجسم خلاص بس أنا عايز عبده أقول الحمد لله أنا ما كان لديك أخطارك التأنيابي هيا خلاص الإسحافات الأولية عموماً للاد غاديت هي أنك تغسل إيدك بمية سخنة ده بيخافف انتشار الصم بالسرعة الحتة هنا بدأت تجبر وتورق هي عوارين هنا ثلاث عوارات وأرصة هنا وأرصة هنا وأرصة هنا وفيه ورم هنا وورم هنا وورم هنا هو آخر مرة عدتني كان الكلام ده من ثلاث سنين النوع الثاني فضل أنا مستمر بتاع نصف ساعة وزي ما انتوا شايفين دراي بيرتعش وخلاص إداية اللي تنم بربقية شايفين قصة هنا حتى الغورة؟ هو كده غلط الصراحة أن أنا خليتها تقلصني ثلاث أرصات كان يفوت كفية أرصة أحدة لأن أنا كنتش عارف أن القلم هي أول ما لدغتني القلم ما كانش جامل قوي ولكن بعد كده قلم ازداد فالقلم عندي يزداد في ثلاث مناطق أول ما هي لدغتني مكنتش حاسس بالقلم أدي كده ولكن دلوقت أنا حاسس القلم أضعاف أنا الصراحة إذي الترتاش ومتوتر وأكنها عندتني ناولك دي كزمان كل ثاني بتمر أكنها لسه لدغاني ما هي لدغتها مؤلمة أكتر ملاقي في الضبور دي من الأعراض زي ما قلت في أول فيديو اللي بتقابلني لما لما يبقى بأين تلدغني نحن هنستنى دلوقت ونشوف بعد دلوبة ساعة إيه اللي هياسنه شايفيني علامات الصفر دي؟ ده شكل داعي بعد عشر داعي من العطة ده ضب عليها كده طبعا هي لدغت لي بدل اللدغة ثلاثة أنا قدت هي أنا في أول اللدغة ما كانش مؤلم للدرجة ولكن دلوقت حاسس سيمؤلت بأضعافه دلوقت برتعش ومش قادر استحمي أنا بصراح فأنا دلوقت أحصل إيديو المية السخنة وسور لكم كمان خمس دقايق إيديو يتعمل الزي ده كده الأول بعد عشر دقايق من اللدغة شايفين اللون الأصفر ده فأنا أحس الدراية بسرعة بمية عشان ده بيخفر من تشار الصمة في الجسم شايفين اللون الأول لتعلم تلقية خاصة لا إحدى كده ما تقصيرها يبوا أطمون تتعصيل تبوا العمو بس كده أشعر فيديو كيب مرحيواني اشتركوا في القناة